السلام عليكم احب اعرفكم بنفسي انا محمد سمير علي software development engineer في مايكروسوفت specifically في graphics and gaming team في windows phone division انا للاسف معرفتي شابع معكم النهاردة لان انا مش موجود في مصر في التأويد انما انا مبسوط جدا وفخور ان انا جات لي invitation ان انا اشارك في ال event حتى لو بفيديوز غير زي ده شغلي هنا في مايكروسوفت بيفوكس مين يحاولين ان انا ازاي خلي ال windows platform attractive لل game developers سواء عن طريق ان احنا بن provide the required graphics and utilities apis او ان احنا بن support middlewares لل game engines انها تwork performantly على ال platform يعني انا في الفترة اللي فاتت دي كنت اتشغال closely مع unity والحمد لله اعملنا شغل كويس جدا ودلوقتي من top 10 games على windows phone store فيه ثلاثة games developed by unity وفيه حوالي اكتر من الف game يعني ported في الشهرين اللي فاتوا دول انا متخرج من حاسبات ومعلومات عن شمس دفعة 2005 ويمكن في الوقت ده ان فكرة ان يبقى فيه gaming gaming community في مصر يعني حاجة من الخيال العلمي فان يبقى فيه event لل community ده ودي تاني سنة ليه ففعلا حاجة تفرح انا ابتدت يعني ابتدت ابا انترستت في ال game development يمكن سانة اولى كله يعني من ساعة لما ابتدنا كنا ناخد C++ console development عملت game 2D عبيتة كده كان زي squares بتنزل من السماء وفيه زي ما ادفع تحته وانت بتحاول تضربهم تضرب عليهم dots قبل ما ينمسوا الارض بعد كده الموضوع التاور معايا شوية لما تعلمت الجي دي اي وبتده ابقى فيه زي جي اي اي بقى ومينيوز وسكورز وبتاعة بعد كده تعلمت ال direct x وال open jail وبتده ابقى فيه 3d world وبتدت الدنيا تاخد شكل games شوية انا كنت محظوظ بصراحة ان كان فيه في الدفع عندي ناس كتير انترستد في ال game development عملنا project مع بعض وتعلمنا من بعض ويمكن كبرنا اسرع بكتير من لو كان كل واحد فينا حاول ان هو يتعلم ويكبر لوحده بعد ما تخرجنا يعني انا و انا وزميلي دول عملنا start up company مصطفى حافظ ومحمد سيف وسام فتحي وياس الريحان وناس تاني انا مش عاوز انسى حد عملنا start up وعملنا انا اشتغل في game اسمها sell factor first person sci-fi shooter game مع art studio from columbia كان البروغرامي كله بيحصل في مصر والart development بيحصل في columbia والدزاين شارد ما بين two teams sell factor تعملها publishing على xbla والpsn يمكن انا بعد كده اشتغلت في driver franchise في ubisoft studios غير اسمه reflections في uk و driver central cisco نزلت على xbox 360 و playstation 3 انما الحد الوقت يبعتبر sell factor يعني من احلى واهم experiences والachievements اللي انا شاركت فيها في حياتي يعني يمكن sell factor علمتني ان ان الgame project مش بس about technical skill يعني انت بتتعلم حاجات كتير جدا من developing a game project زي communication skills مثلا انت بتطري تتعامل مع 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 الart لو انت programmer يعني انا بكلم على نفسي بتتعامل مع المodelers و مع الanimators و مع الlevel designers و مع الconcept artists بتتعمل مع music production و مع sound effects بتتعمل مع testers تطري انك انت تتعمل مع publisher والpublishing requirements مع first parties زي microsoft او suny او مثلا mobile platforms بتتعلم بتتعلم ال budgeting سواء time او money budgeting بتتعلم امتا تقول انا هصلح البج دي ولا هسيبها فين البج threshold بتاعك و ازاي بيتغير overtime تعلم كل السكيلز دي اللي جنب technical skill اللي انت باحتك بتتعلم كمان ان ال game project ده team effort مش single person effort يعني انت ممكن تبقى كويس و عارف كل ال aspects of game development و دي حاجة مهمة جدا انك انت تبقى عارفها بس مش هتعرف يعني تكبر وتكسل وتعمل impact غير لو انت اقتنعت ان ال game development هو عبارة عن team effort لازم تشتغل مع ناس تانية عشان تكبروا مع بعض و عشان تعملوا impact مع بعض و يمكن دي هي اهم رسالة بحاول اوصلها لكم النهاردة انا من الناس اللي مقتنع انك انت لازم تبقى skilled في area معينة يعني عندك حتة بتاعتك كده انت very skilled فيه حتة و حتتين بالكتير محتاج تبقى فاهم ال different aspects اللي انت محتاجه عشان تعمل game بس مش محتاج تبقى فاهم كل فاسفوسة فيه لان انت زي ما انا مقتنع المفروض ما تبقى الشغال لوحدك ان شاء الله الايفنت ده هيبقى ايفنت ناجح و ان شاء الله يبدل كل سنة و يبقى معاكم السنة الجاية و انا مبسوط 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 جدا ان انا شاركت معاكم السنة دي اشتركوا في القناة